سلسلة مواقف اطلقها رئيس حكومة تصريف العمل الجميقات خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراء الحكومي فاكد ان الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع حادثة اليونفل ااملا الوصول الى النتيجة قريبا رافضا ايام مزيدات في هذا الملف كذلك الاستخفاف بخضورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا وردا على السؤال قال لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونفل فمن المرجح انه لم يكن مخططا لها ميقاتي تطرق الى ملف بلد ترميش الحدودية وقال انه طلب من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونفل ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية اخضر بلا حدود اما في الملف الحكومي فاكد ميقاتي ان الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية والى حين انتخاب رئيس جديد ورأى ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة ومن دون ان يخفي ان المعطيات الخارجية تشير الى ان هناك شيئا ما يتم التحضير له لحل الازمة ولكن الامور تحتاج الى وقت وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعدما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال عند الضرورة والحاجة سادعو مجلس الوزراء الى الانعقاد وفق الصلاحيات الدستورية المناطبي لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة واعلن رفضه صيغة المرسيم الجوالة التي يقترحها البعض لان لا سنة دستوريا لها مشددا على انه لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته واعلن ان القرارات التي اقرت في الجلسة الاخيرة للحكومة صدرت مرسمها ولا مساومة في هذا الموضوع وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها قال ميقاتي لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اشيت اكدت ان ما قيل غير صحيح وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قال كان اللقاء ممتازا وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية